خطاب مهم هكذا وصف محللون سياسيون خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ألقاه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مضيفين أنه تضمن تحذيرات من فشل الوصول إلى حل للصراع بين الفلسطينيين والاحتلال التفاصيل في هذا التقرير خطاب مهم من حيث التوقيت والمكان والمفرادات السياسية هكذا وصف عضو اللجنة التنفيذية دكتور أحمد المجدلاني خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة نقاط عشر أجمل خلالها الرئيس ما آلت إليه القضية الفلسطينية جراء استمرار الإجراءات الاحتلالية التي تنصلت من كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخرقتها وجعلت حل الدولتين بممارساتها على الأرض في مهب الريح رسالتين مهمين أرسلهم الرئيس الرسالة الأولى التي وجهها الرئيس للإسرائيليين لن نبقى الوحيدين الملتزمين بالاتفاق الانتقالي ما لم تلتزم إسرائيل هذا الخطاب من الممكن أن نشكل إطارا برنامجيا سياسيا للحركة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحرير في المرحلة المقبلة تتحول إلى مشاريع قرارات تقدم لمجلس الأمن والجمعية العامة المتحدة الجديد في الخطاب حسب محللين سياسيين لهجة اليأس التي لامس فيها الرئيس انفعالات المواطن الفلسطيني المحبط من انسداد أفق العملية السياسية ووفقا للمحللين ورغم اللهجة التصعدية لخطاب الرئيس إلا أنه خلى من القرارات المحددة التي تحرز تقدما نحو الأهداف الوطنية محصلة العمل السياسي الفلسطيني على مدى ثلاثين سنة تبين أنها فشلت فشلا دريعا وهذا ما أعلن الرئيس محمود عباس الذي سمي ووصف بعراب أوسلو ومهندس أوسلو وبالتالي الجديد هو درجة البوح والاعتراف بأن ما كان في الماضي لم يعد قائما الآن حتى الآن لم يغلق الباب الرئيس محمود عباس أمام المحاولات السياسية بدليل أنه خاطب الرئيس ترامب وطلب منه أن يتقدم بمبادرته طلب المجتمع الدولي أن يتقدم بمبادرة وحذر سياسيا من أنه عدم وجود حل الدولتين قد يفتح الباب أمام حل الدولة الواحدة أو أمام الفوضى في المنطقة ومن اللافت ترحب حركة حماس بما أعلنه الرئيس عباس في خطابه بالأمم المتحدة حول تأكيده وعزمه على إنجاح مهمة حكومة الوفاق الوطني بعد عودتها لقطاع غزة وربما في هذه السابقة مؤشر إيجابي عن جدية نية الطرفين في تحقيق المصالحة من رمال المحتلة زينة صندوق رؤيا